اشتركوا في القناة شباب وعد مستعد للعطاء يحاول المقاومة بشتى الوسائل والدولة بإمكانياتها المحدودة تحاول التكاتف والدعم على كل الجبهات لا سيماء العلمية والمعرفية متجاوزة كل الخلافات والمناكفات السياسية ولا بد لنا جميعا أن نعلن المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف والمقاومة بسلاحنا الوحيد وهو سلاح العلم والوعي والحذر والصبر ونستعد بكل ما أتينا من قوة للدفاع عن حياتنا ومستقبلنا ووجودنا إذن تحديات كبيرة يواجهها طلاب ولسيما طلاب الجامعة اللبنانية في زمن الكورونا هذه التحديات والصعوبات راح نناقشها مع رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد بأيوب مساء الخير بروفيسور مساء النور يعني اليوم يمكن مشاكل كتير وهموم كتير هي تحط رحالة لدى طلاب الجامعة اللبنانية بالإضافة أنه بهذه الحلقة أيضا سوف نتطرق إلى موضوع طبي وهو موضوع مرضى سرطان الأطفال في زمن الكورونا طبعا بالجزء الثاني من الحلقة مع الدكتور بيتر نون وأيضا هناك مداخلات عدة سوف تكون من الخارج إذن مساء الخير بروفيسور مرحب فيك على جديد اليوم ما يمكننا السؤال الأبرز بالنسبة لطلاب الجامعة اللبنانية ما هو مصير العام الدراسي؟ والشي بدي حييكي وحيي المشاهدين جميعا وأنا مسهور للغاية أني موجود اليوم بمقابلة معك يمكن الأول مرة على شاشة الـ OTV أهلا وسهلا مسهور للغاية لأنني خريجت الجامعة اللبنانية أكيد أنا فخورين بكل خارجينا مثل ما أنتم مؤمنين بهذه الجامعة وفخورين بأنكم تنتموا لقلها الحقيقة العام الدراسي هو محط اهتمام كل الإدارة الجامعية العمضة، المدرأ، رؤساء الأقسام الأكاديمية، الهيئة التعليمية كلها تسوا أنتم تعرفون أنه اليوم عم نمرو أن نحن بظرف استثنائي وواضح للجميع مشان هيك التعامل عم بيصير بطريقة استثنائية كمانت نحن كمربين قبل ما نكون أي شيء تاني نعتقد أنه إتمام العام الدراسي المفترض أنه يحصل ولكن بدنا كلنا صوراً ضحي إن كان الأساسي أو الطلاب أو الإدارة الجامعية مباشرةً بدي أقول أكيد العام الدراسي بدو يتمدد وفيه صوابق من هالنوع ونجحت الجامعة بأنه تكمل العام الدراسي أكبر مثل على ذلك العام الدراسي المنصرم بعد أضراب أساس الجامعة اللبنانية اللي كان أضراب لفترة كتير طويلة أضروا أساس الجامعة لبوا النداء كلهم بدلوا جهود كتير كبيرة وتموا العام الجامعي على أكمل وجه عكس ما يشاع الكل الأول سؤال رح يكون أنه لأين تودوا يتمدد العام الدراسي شوان السيناريات؟ الحقيقة أكيد أكيد أنا دائماً متفائل وهي دائماً بقولها ولكن عادةً وقت اللي بنبني سيناريو نبنيه على أسوأ الاحتمالات وأنا هلأ رح بقولك الأسوأ احتمال ممكن أنه الجامعة تمرق فيه وطلابها هو أنه تمتد الأزمة بعد شوي وبالتالي ما نقدر نفتح الجامعة بشكل مستقر إلا بأواخر حزيران أوائل تموز وبنينا السيناريو على أساس الأسوأ على أساس أنه بدنا نفوت على الجامعة بأول تموز بأول تموز هو استكمال للفصل الثاني إذا بدنا نقول أي ما هلأ هلأ بدي أدخل أنا على الموضوع لأنه إجمالاً خلصنا الفصل الأول نحنا كنا عم نعمل امتحانات الفصل الأول البعض أدر أنجزها البعض الآخر لا أنجز جزء منها أو ما فات فيها إذا نحنا الوضع كان مثل ما قلت الوضع كان منه كتير منيح واضطرينا أنه نأجل لآخر حزيران أول تموز باعتقادي أنه نحنا امتحانات الفصل الأول لازم تنجز مباشرة بعد العودة لمقاعد الدراسية بشكل طبيعي وهون كمان مرة تانية كلنا بدنا نتحمل أساسي وطلاب المفترض فينا أنه الامتحانات نقدمهم بسرعة وبالتالي ما لح بيكون في عطلة بين الامتحان والامتحان يعني بدنا نعملهم بشكل يومي مكثف لأنهاء الفصل الأول الفصل الثاني عمليا نحنا باشرنا فيه ولكن بطريقة غير معهودة باشرنا فيه عن بعض وانا هون بدي أقول نحنا ندرك أنه يعني عم نعيش تجربة جديدة بالنسبة لألنا بالجامعة اللبنانية نعم بروفسور بس إذا تسمح لقبل ما نفوض بموضوع التعليم عن بعض والأونلاين خلينا بموضوع تمديد العام الدراسي ما أنا بدي فوت بهذا الموضوع تحتالي وصله لأنه في عدد أسئلة بالنسبة لتمديد العام الدراسي يعني الكل راح يقول أنه في منهم عندهم أشغال هل راح يتم التسهيل بالحضور اللي منه راح يقول أنه اليوم مثلا أيضا هل الجامعة اللبنانية مجهزة بما فيها الكفاية للاستمرار بالصيف عزيزتي أول شي نحنا بوضع استثنائي والإنسان أهم من أي شهادة وأهم من أي شي يعني حتى اليوم أنا جاي لعندك وحزين لأني شفت على الطريق عجلة سيارات وناس متواجهين بالشوارع حزين للغاية كانت لازم نقعد ببيوتنا وعن جد بترجى كل واحد أنه يلتزم بيته لأن القصة مننا مزحة نحنا صحتنا وبقاءنا هو أهم من أي شهادة ومن أي أعمال أخرى لهالسبب هيدا أنا قلت أنه كلنا بدنا نضحي أسازي وطلاب وكل شي بينضر اليوم نحنا وقت الممدد العام الدراسي عم نمدده تحتالي الطالب ياخد العلوم اللي هو بحاجتها تحتالي يكمل إذا كان بسنة التخرج تينجح بحياته العملية وإذا كان بعده منه متخرج تيقدر يفوت على العام التالي وهو قوي ومرتاح شو يعني تمديد العام الدراسي تمديد العام الدراسي ملح بيكون مثل ما البعض عم بيقول أنه لرأس السنة لا أبدا نحن حتى بالتصور الأسوأ نحن إذا أنجزنا امتحانات الفصل الأول نحن لحما نروح نكمل الفصل الثاني لأنه نحن في جزء أخدناه عن بعض ورم عدم قانونية ولكن نحن نلتزم به ونعترف فيه كل الدروس اللي أعطيت عن بعض نحن بدنا نلتزم فيها ونعترف فيها والأنا بعرف عن بعض الناس في معوقات محددة هلأ منقول كيف هالمعوقات هذي كلها بدنا ندلها تماما اليوم إذا أنجزنا امتحانات الفصل الأول نفوت على الجزء المتعلق بالفصل الثاني نحن بالكليات يعني مختلفة لطرق التدريس خلينا نروح للكليات ذات الطابعة التطبيقي وهون ما أقول أنا بس عن الكليات العلمية لأنه معحد العلوم الاجتماعية ذات طابعة تطبيقي الإعلام أنت ذات طابعة تطبيقي كلية الأداب ذات طابعة تطبيقي بعض اختصاصاتها فبالتالي كله صار فيه تطبيقي نحن اليوم التطبيقي أكيد ما فينا نعمله مشان هيك المفترض فينا أنه أول ما نجي على الجامعة منفوت منعمل دروس التطبيقية تحتالي نجزها بالسرعة الممكنة أنا باعتقادي أنه ممكن هالأمر هيدا كله ننهي مع بعض الأشياء اللي العلاقة بمعوقات تدريسية محددة بالإستناد للتدريس عن بعض أنه نقدر ننجزها بنص أيلول تقريبا إذا أنجزناها بنص أيلول عم نحكي عن أكتر من شهرين عم نحكي عن شهرين ونص إذا أنجزناها بنص أيلول نحن الامتحانات ضري بعد 15 أيلول للفصل الثاني بدنا نعملها وهون بدوا يعذرون الطلاب ويعذروني الأساتذي لأنه من مضطرين نضغط عليهم تحتالي ينجزوا التصحيح بشكل سريع لنفوت بأول تشرين الأول على امتحانات الدورة الثانية بالكليات اللي فيها دورات تانية فبالتالي هذا هو السيناريو الأسوأ وبالتالي نحن بآخر تشرين الأول مفترض أنه نقدر نفوت على العام الدراسي التالي ونحن ما بدألك مرتاحين نحن ما بنكون مرتاحين بس نحن منكون جديرين نقول أنه نحن انتصرنا على الكورونا اللي كان عمال يحاول يغلبنا ويدمرنا حياتنا ومعنوياتنا صحيح اليوم قرار التعبئة العامة أو التمديد للتعبئة العامة هل هو متعلق بقرار إقفال الجامعة اللبنانية يعني فور إعلان أنه إلغاء حالة التعبئة العامة وفتح كل شيء هل الجامعة اللبنانية سوف تفتح أبوابها أو رح تتريفه أكتر؟ لا نحن الحقيقة المفترض أنه بعد إنهاء التعبئة العامة أكيد بدنا نفتح أبوابنا مباشرة ولكن بالبداية أكيد في أعمال إدارية كام يوم المفترض نقوم فيها أن يجتمعوا الأسازي المجالس الأكاديمية يقيموا التعليم عن بعض يشوفوا الثرارات اللي بلشت تقلي كتير الحقيقة يشوفوا وين كان فيه ثرارات وين فيه طلاب لأسباب مختلفة ممكن هلأ بعد شوي يقلك عنها أنه ما قدروا أخذوا كل شيء بيحبوا ياخدوا أو لازم ياخدوا وبالتالي المفترض أنه يكون في عنا يومين ثلاثة بس نشتغل تقييم وعلى أساس التقييم اللي بدا نقوم فيه نبني مخطط نحن ما منحب نشتغل إلا بناء على مخططات واضحة لكل الناس نبني مخطط محدد نسيغ فيه بالعملية التعليمية لأنهاء العام الجامعي كما يجب نعم ما تضيع السنة علينا ومثل كل شيء التعليم عن بعض إلو إيجابياته وإلو سلبياته أول شيء الواي فاي عم يكون ضعيف ما عم نقدر نحضر الانتر اكتف ساشن متل ماليزي ما عم نقدر ننزل الفيديوز اللي عم يبعطونا هنه في تلميذ ما في عنده واي فاي بالبات عم تستند على 3G وفي تلميذ ما عنا قادرة تشترك 3G لأنه المصاريف أولويتها للأكل والشرب في تلميذ ما عنده لابتوب بالبيت في تلميذ ما عنده سلولار حديث لحتى لي تقدر تتابع الكورات عليه تلاصمه برنامج جي بيعتلنا على الدكاترة كل المادة لناخد فيها كورث كورث هو عبارة عن فيديو بقلبه حكي وشرح أول مشكل من معانية بهالبرنامج هو ضعف الانترنت عنا كمان تاني برنامج اسمه زوم هذا برنامج نحن نستعمله لنحكي ونتواصل مع الأسادزة بشكل مباشر نفتح ميتينج أو لقاء مع الأسادزة كل شيء يعني أسئلة منسألونيها على هالبرنامج أحد أهم الإيجابيات أنه نحن نضل بجو الدرس نحن وبالبيت ونحصل ولو بنسبة قليلة على محتوى المواد ولكن بمجهود كبير وعالي ولكن نتعرض لمشاكل هي مشاكل الانترنت والكهرباء الابليكيشنز اللي عم يستخدموا للتعليم عن بعض مثل الزوم والمايكروسوفت تيمس لازم ما يصرفوا انترنت ويكونوا فري للطلاب وبالإضافة لأنه خدمة الجامعة لهي 5 جيجابايت ما عم تكفينا نحن كطلاب نحن طلاب اللي بقاء عم نعاني من كتير مشاكل بسبب هذا الموضوع لأنه أول شيء واي فاي كتير بطيء عنا بالبقاء يعني حتى في عالم ما عندهم واي فاي وتلتة ربع الطلاب ما عندهم لابتوب وتلتة ربع الأهل منهم نقدرين أنه يأمنوا المستلزمات اللازمة حتى للطالب بيكون عم يتعلمه بالبيت عم يتعلم أونلاين وبنفس الوقت مثل ما قلت أنه في إيجابيات لهذا الموضوع هي أنه الطالب عم يوصلوا لكور وعم يوصلوا كمان فيديو اللي الدكتور عم يشرحوا ونحن كمان منقدر تعب الدكاترة كتير ومنتشكروا أنه يعطيهم ألف حافي عم يتعبوا كتير معنا بهذا الموضوع يعني طبعا بدنا نشكر الطلاب على مشاركتهم وعلى أراءهم يلي هنه كمان دور ربما على جوانب يمكن الجامعة لبنانية تطمح لثد هذه الثغرات أول شي خلينا نحكي عن قانونية الأونلاين يعني نحن بنعرف أنه إذا واحد جاي من جامعة خارجية عنده كورسات أونلاين لا تعادل بوزارة التربية هذه نقطة النقطة الثانية اليوم كيف تكون تحلوا هذه الثغرات وبالنسبة يعني سمعنا طلاب البقاع طلاب الهرمي طلاب الشمال طرابلوس حكار في ناس ما عنده إمكانية أنه يكون في عنده إنترنت متوفر في ناس حتى ما عنده الأدوات يعني للأسف ما عم نحكي الواقع مثل ما هو أكيد أكيد الحقيقة أول شي بدي حيي طلابنا اللي طلعوا معك وأنا بشكرهم على اللي قالوا أشياء كتيري أنا كنت بدي أولا لأنه الحقيقة الأسبوع الماضي يعني تحديدا وهذا الأسبوع ماضي بالنسبة لأننا صرنا بالبقاع وما عدت عن نميز اليوم حقا بين بعضها لكن الحقيقة يوم الخميس طلبت من كل العمدة والمدرة يبعثوا لي شو هني شافوا ورأيهم بالتعليم عن بعض بالسناد للأشياء اللي شافوها مع طلابهم أو مع الأساسي تعولون وعندي كل الهواجس بين إيديهم موجودين هون بيتابلوم حدد عملتوا كل كلية بكلية وكل فرع بفرع وطلع معاي اللي حكيته اللي حكيو الصبايا والشباب الحقيقة هو التعليم عن بعض منهم أونن بالبنان يعني أصلا يعني إذا الواحد بده يعمل شيء إله علاقة إله علاقة بالتعليم عن بعض فيه صح بس بمرحلة استثنائية بالمراحل الاستثنائية منحط القانون على جنب مش بالكامل أكيد صح بس مطرح ما فينا نقدر تنخدم مجتمعنا المفترض أنه نحط القانون على الجنب ونفكر بطريقة مختلفة وين مصلحة طلابنا وين مصلحة مجتمعنا تعليم عن بعض خدم لبنان بشغلتين أول شغلة خلى طلابنا بالبيوت حافظنا على الصحة العام الشغلة الثانية خلى الطلاب كل الوقت على علاقة مع أسازتهم وعلى علاقة مع البرامج التعليمية اللي هني المفترض أنه يرفوا منها أنا بقلك أنه مش كل الطلاب سواسية بهذه النقطة مش كل الطلاب قدروا حصلوا على اللي لازم يحصلوا عليه المأساة أكيد بكل المناطق النائية حتى ببيروت يعني حتى ببيروت في بعض المناطق هي عن جد بتعاني فعلا من عجز مالي يعني حتى ذوي الدخل المتوسط هلأ بيصل تمام هيدا لحبيجي أنا عليها للموضوع كل المناطق النائية بتعاني بس المأساة بالشمال وبعكار وبالهرمل ومأساة حقيقية الحقيقة وأنا عندي حساسية تجاه المنطقتين هؤلاء بشكل مستمر لأنه من خير طلابنا من هيدا المناطق ناس من خير طلابنا ولكن الأوضاع المعيشية تعيتهم وأهمالنا المستمر لهيدا المناطق يعني اليوم عمال ندفع ثمنه من خلال معاناة طلابنا شو الحلول يعني اليوم؟ الحلول الحقيقة هي أنه مشكورين بالمؤتمر الصحافي الوزراء التربية والاتصالات والإعلام وكنا مشاركين بهذا المؤتمر الصحافي مشكورين أنه أعلنوا عن أنه وزارة الاتصالات لح تسمح بأنه كل التعليم بالمنصات التعليمية اللي تم اختيارها من قبل المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية لح بتكون مجانية يعني الطالب ما بيصوف خلينا نفسر أكثر للطلاب شو يعني مجانية؟ يعني كل واحد بيفوت على البلاتفورم للتعليم عن بعد وقت اللي بيفوت عليه هو أو الطالب أو الأستاذ ما بيتكلفوا أبدا ما بيخسروا من الميجابايت هايدي شغلة كتير منيحة ولكن للأسف كان لازم تبلش من يومها ما بعرف ليش لليوم ما بلشت أنا باعتقادي هون في تأصير بمكان ما نحنا مشكل شي بالنسبة لألنا أنه هون ما لازم ندفع وهون لازم ندفع سمعت أنه في إشكالات تقنية الإشكالات التقنية من حلها إذا استثمرنا بحلها هون ما بيجوز أنه ندفعها لأبدا أنا باعتقادي لازم بسرعة بصير في تصرف بهالمجال هيدا من قبل المعنيين هون عم بقصد وزارة الاتصالات لأنه بعرف أنه قالوا لي في مشاكل تقنية لازم يحلوها بسرعة والمفترض أنه نكون هون كليتنا مسؤولين برح عرضنا على تلفزيون لبنان روبول اللي عاملينه الطلاب لمساعدة المتطوعي وحدة كورونا بمستشفى رفيق الحريري الجامع ما بيناموا ليل مع نهار ما كانوا يناموا لأنجزوا بخمسة أيام هذا الجهاز اليوم أنا مسؤول بوزارة الاتصالات عن نحكي عن مليون ومئتين ألف طالب من بيناتهم ثمانين ألف طالب بالجامعة اللبنانية وهنا مش عم بحكي عن المدارس الخاصة والجامعات الخاصة أنا عم بحكي عن المؤسسات الرسمية فما بيجوز أبدا إلا من ناس تشتغل ليل مع نهار تحتالي تحل المشكلة التقنية اللي موجودة تحتالي نقدر الوعود تعيتنا تتنفذ أخذت وعود بحل هاي المشاكل التقنية في القريب العاشر المفترض أنه يعني فيه إشكالية تقنية هلا إن شاء الله تكون بس إشكالية تقنية ما يكون كمانة أنه خوف من أنه يندفع مصاري أنه يخوف أنه تكلف الدولة هالشغلة هايدي مبالغ من المال وأنا بإعتقادي أنه ما لازم نفكر بهالطريقة هايدي أبدا اليوم ما لازم نوفر بالتوفير بالاستثمار بالتعليم وبإبقاء الطلاب على علاقة مع مدارسهم وجامعتهم وعلومهم وأنه يبقوا ببيتهم ما لازم نوفر اليوم برجع بكرر نحن وعدنا نخلي الناس ببيوتها ملتزمة بأشياء معينة منتظمة المكون برجع بكرر عم نحافظ على الصحة العامة وعم نمنع انتشار الفيروس ما لازم نفكر اليوم لا بالمال ولا لازم نفكر أنه في مشكلة تقنية مش مشكلة بكرة بالدوام الرسمي بعملها بالحالات الاستثنائية ما في شيء اسمه دوام رسمي أنا باختصاصي بشتغل حالات استثنائية إلى علاقة بكوارث محددة أو مصائب كانت تصيب لبنان نحن كنا من نام نحن وطلابنا 48 ساعة وقات 72 ساعة لحتالي ننجز مهمة محددة اليوم هذه حالة استثنائية في قرار المفترض يتخذ أنه الناس لازم تجي وكل المعوقات التقنية الموجودة لازم إلا آلا حلول وأنا باعتقادي لبنان غني بعلماءه وأضغيم بسهولة بقطاع الاتصالات إلى أحلول إن شاء الله يعني عن قريب وهناك أيضا بروفيسور هناك بما يخص أيضا الطلاب اللي هن متفوقين بالجامعة اللبنانية وأيضا حصلوا على منح دراسي في الخارج لديهم مشاكل معينة وتحديدا بفرنسا نستمع إلى أبرز ما قالوا أيضا بهذا التقرير المقتضى نحن طلاب الجامعة اللبنانية بالخارج وأعين بأزمة صار عمره ستة شهر من عمر أزمة لبنان مع التحويلات المصرفية وسعر الدولار ولكن اليوم عنا ريهان على دور للجامعة اللبنانية أنه تحل هذه القضية اليوم في طلاب بعد ما استحقوا الدفاعات في طلاب اليوم نطرين سعر الدولار وفي طلاب خسروا كثير مقابل صرف سعر الدولار نحن بدنا حل هذه القضية وأيضا بخصوص ألية الدفع دايما عم تكون بطيئة وطويلة هذه المنحة أنجا عم بدأ دينا هلأ شهرين أو ثلاثة بين رسوم تسجيل بين أجار سكن بين أكل وشرب وترانسبور لحتى نخلص على الوقت أهلا مجبورين يبعتون لنا مصارف من بعد ما قالوا في تسهيلات كل يوم عم بيروحوا على المصارف بقولوا لهم أماما عن خبر شيء وما بيعرفوا شيء فأنا عن جد بطلب من الدولة اللبنانية يعني تزرع فينا الأمل شوي اتوقف تمنيات على المصارف وتشبرهم على أنه عن جد يصير في تسهيلات للطلاب بالاختراب وهلأ بشك إذا في طلاب قدرت ترجع على لبنانيا بسبب الكورونا وحدهم راح معه يدفع التيكت نضرب اثنان أو ثلاثة يعني طبعا شفنا يدعينا ربما صغيرة من الطلاب اللي هن موجودين المنح اللي هي عادة تم تنعطها على فرنسا من الجامعة اللبنانية وعلى إيطاليا تماما على عدد دول بس هن بشكل أساسي على فرنسا يوم هول الطلاب عم بيعانوا من مشكلة صرف هيد المنح وأيضا هن بوقتي اللي أخدوا المنح كانت سعر الليرة على الالف وخمسة يوم في أسعار باللييرة ومشاكل بالدولار يوم شو الحل بالنسبة لإعلان لكن نحنا حتى ما كنا ناطرين تحت للشباب والصبايا يعلوا الصوت يعني هلأ بدي فاجك إن نحنا من زمان بلشنا نشتغل على أساس إنه نحاول بتحديدا من أسبوعين تقريبا بلشنا نشتغل تنحاول نحاول من خلال مصرف لبنان لا الطلاب مباشرة على حساباتهم بالخارج بس هون في شروط بس أول شغلة نحنا فخورين بالممنوحين من عنا لأنه الممنوحين من عنا يعني يكون معدلات كتير عالية يعني عم نحكي عن الأوائل تلاتي الأوائل بدفعتهم وبصعوبة أنت بتعرفي بالجامعة اللبنانية تيكون قد ما فيه منافسة منافسة كتير كبيرة فبالتالي يعني بيكونوا أكيد ناس متفوقين للغاية تيقدروا يحصلوا على المنحة اللي عندنا والمنحة اللي عندنا اللي بتتاخذ من بند خاص بالموازنة له علاقة بالمنح وقيمة المنحة السنوية 18 مليون ليرة اللي كانوا يوازوا تقريبا 12 ألف دولار ما يعادل الألف دولار بالشهر للطالب نحنا الحقيقة المشكلة اللي هلأ عم نعاني منها هي أنه طلابنا اللي أخذوا التشكات تعولهم أهليهم يعني ما قدروا صرفوا المبالغ هذه على سعر الصرف الرسمي إنما صرفوهن على أساس سعر السوقي أكيد يعني معناته هو خسرت قيمتهم المنحة نزلت قيمتها كتير المنحة طلبنا الحقيقة من خلال السيد المختصة بالمنح عنا بالإدارة المركزية طلبنا منها أن تتواصل مع طلابنا الموجودين بالخارج واللي بعدهم ما أغضوا أهليهم لتشكات تعولهم طلبنا منهم إذا كان في عندهم حسابات مصرفية بالخارج حسابات اسمية على اسم الشخصي لأنه ما فينا نحول على غير الاسم الشخصي عادة نحن وقت اللي مكون عم تعامل مع مؤسسة خارجية دائما بنبعث لمصرف لبنان طلب بالتحويل لها المؤسسة هذه فبيحولنا مصرف لبنان على أساس سعر الصرف الرسمي وأنت بتعرف أن الجامعة اللبنانية حسابها موجود بمصرف لبنان ما عندها حسابات مصرفية بالمصارف التجارية العادية فمشان هيك مثل ما نحن وقت اللي بيجينا من المؤسسات الخارجية أموال بالعمل الصعبي وبيتحولوا تلقائيا وبينزلوا بحسابنا بالليغة اللبنانية أنا باعتقادي من العدل وقت الجامعة اللبنانية بتطلب تحويل المبالغ اللي العلاقة بمنح الطلاب على حساباتهم الشخصية بالخارج أنا باعتقادي لازم اتمها العملية بالإسناد للسعر الرسمي وأنا بتصور ودائما أنا بقول هذه شغلة عادلة يعني لأنه هول الطلاب مقلوم خصة إذا كان سائل وضع المالي بلبنان اتنين أنا باعتقادي بشرف مصر في لبنان أنه يدفع بالسعر الرسمي لهول الطلاب المتفوقين والمفترض أنه هايدي العملية تم بسلاسي وإن شاء الله الله بيسر ونحن ناطرين الحقيقة أرقام حساباتهم بالخارج هلأ الأموال اللي ندفع تشكات اللي طلعت معاش فينا نستردها بس اللي ما أبض بعد بدنا نحاول هايدي المحاولة وأنا متفائل أنه مصر في لبنان بده يلبينا يعني ماذا نقول اللي أبض اللي صرفت شكاته وتشكاته المبالغة اللي صارت بالبيت يعني هايدي ما عدت فين ما عدت فين نحاول يعني للأسف هايدي هي الحال طيب بموضوع آخر أيضا كنا عم نحكي عن التعليم عن بعض كمان في سؤال ربما يطرح طالما الجامعة اللبنانية قامت بهذه المبادرة وقامت بهذه الخطوة واعتمدت هذه التقنية هل سوف تعملون على مشروع ربما لقونة التعليم عن بعض مع الجامعات الأخرى الجامعات الخاصة اللي أخذ منها نحن بالجامعة اللبنانية بدنا نشغل بشكل داخلي يعني بالمرسوم الـ 22-25 اللي له علاقة بالحضور ومشابة في بعض الكليات مسموح فيها التغيب بنسب مئوية محددة أنا باعتقادي التجربة تعييتنا هلأ اللي عم نعيشها واللي تجربة جديدة علينا بلشنا فيها نحن وكان في عثرات كتير كبيرة اليوم العثرات قلت أنا باعتقادي لازم نستفيد منها هذه التجربة تحتالي الجزء اللي له علاقة أنه بيحقل له هالنسبة المئوية اللي بيحقل له الطالب يتغير فيها يقدر أونلاين يرجع يشوف الدروس اللي ما حضرها بشكل جسدي أنا باعتقادي لازم نستفيد من هذه التجربة لازم نطورها ولازم نشتغل على أوننتها على الأقل داخليا لجهة تطبيق 22-25 المرسوم وأنا بتصور راحين بهذا الاتجاه لأنه نحن ذهلنا بالنجاح اللي يتحقق هلأ أنا بدي أرجع لسؤال السابع حضرتك سألتي إلو علاقة بالأشخاص اللي موجودين بالمناطق الدنائية واللي ما عندهم مقومات لحد الأدنى تكنولوجيا أنا اللي بدي أقوله هو التالي نحن الأسازي معظمهم عم بيسجلوا المحاضرات تعيتهم فبالتالي هالأشخاص هول أي وقت ممكن يرجعوا يشوفوا هالمحاضرات هايدي بالاستعانة بالتقنيات اللي موجودة عند حدا من أقاربهم أو أهاليهم يعني نحن مقدرين هالوضع هيدا ونحن هول حطينهم ضمن إطار الـ 15% اللي أنا حكيت عنهم اللي عندهم إشكالية كتير كبيرة بالتعلم عن بعض ونحن هول عم نفكر فيهم وقت اللي بدنا نرجع على مقاعد الدراسة بآخر حزيران أو بأول تموز ومش ناسينهم أبدا مشان هيك قلتلك أنه نحن بعد ما تخلص خلينا نقول حالة التعبئة العامة نحن بحاجة على الأقل لثلاث أربعة أيام نحن كهيئة تعليمية نقعد ونتخذ قرار كمانة جريء بخصوص هالأشخاص هول وبخصوص تكملة العام الدراسي حدا هيك بلغني سأل سأل أنا حالي محلك سأل أنه أوقات كثيرة أنه نحن مش كل شيء ممكن استوعبناه بلحظة من اللحظات من خلال التعلم عن بعد هل أحيدي كمان بس هي مسجلة وهل نحن ما هي هي مسجلة أنا بدي رد مسجلة بس أكتر من هيك بدي زيد أنا نحن كل شيء نعطى أونلاين نحن ما اعترفين فيه أن هذه المادة نعطت باستثناء الحالات الخاصة القليلة والتي تكون مثبتة لأنه اللي أخذت الحصة أونلاين وما كان عنده مشاكل ما أساسا عرف أستاذه مباشرة أنه ما فيه مشكلة أنا باعتقادي أنه أول ما بده يبلش الأستاذ بالتدريس من جديد فيه يعمل مثل حصة تذكيرية بكل شيء نعطى وبيقلع وبيكمل وأنا بتصور هذه الشغلة أصلا نحن ما اعتدين عليها وقد اللي بيكون فيه مادة تنعطى بجزئين فاللي عم بيعطي الجزء الثاني أول ما بيقلع بأول حصة بيعطي حصة تذكيرية بما سبق ومرء فيه على كل الأحوال يعني الطلاب هن بمستوى جيد يعني ما بأعتقد أنه فيه طلاب ما ممكن يستوعبوا التعليم عن البعض وهي كمان مواد مسجلة يعني أنا عملك أنا فاجأوني أنا فاجأوني تعرفي أنه الطلاب بدلوا جهد بس كمان هم بدي أقول لك شغلي أنه أسازتنا بدلوا جهد كتير كبير كيف سعوبات مع الأسازت بالتعامل مع التقنيات الجديدة ما بيعطي أنه فيه أستاذ بالجامعة لبنانية ما بيعرف يشتغل بالتقنيات الحديثة أكيد أكيد خليني بس أقول لك أنه احنا أجياء المختلفة يعني بالجامعة اللبنانية هاي الحلو فيها أنه فيها كل الأعمار يعني شريحة عمرية واسعة أنا اللي بدي أقوله أنه فيه ناس يتقنوا علوم التكنولوجيا بشكل كتير كبير فيه ناس أقل بس حتى المتقدمين بالعمر مثلي ولو كان إمكانياتهم متواضعة ولكن هني قاضرين يشتغلوا على حالهم شوي صغيرة ويكونوا كمانة مثل الأسازي الشباب ويتماشوا مع روحية العصر التكنولوجيا طيب رح نروح إلى ملف آخر وهو ملف كتير أساسي وأيضا بارقة أمل بالجامعة اللبنانية كتير كبيرة رغم الصعوبات المالية اللي مرأت فيها الجامعة وتحديدا من 2016 حيث كان العجز 98 مليار ليرة وقدرتوا أن تكون بطريقة أو بأخرى تتخطوا هيدا العجز المالي اليوم بيظل الإمكانيات المتواضعة بالجامعة اللبنانية فيه شباب وصبايا عم بيقوموا بمبادرات المختبرات تفتح أبوابه أمامهم لحتى يعملوا هلأ كاميرا رح نشوفها على الشاشة بعد شوي مبادرة الروبوتيك الآلات اللي ممكن أجهزة التنفس اللي ممكن تساعد مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بأزمة الكورونا وكل هيدا الأمور مثل ما عم نشوف بالصورة هيدا الروبو إذا فيك تشرحنا عنه دكتور أكتر المبادرات وأيضا كيف عم تقدمه دعم على الشيء الحلول اللي عمنا اللي تعملوا التوفيق إن شاء الله وبتمنى إنه قريبا جدا يأخذ شكله النهائي ما سمعتني هوني مقدمين يعني من بداية الأزمة كانت الإدارة كل المجتمع الجامعة بالإضافة لطلاب اللي كانوا موجودين بمستشفى رفيق الحريري الحكومي كلهم كانوا عمالة بيشتغلوا مع بعض دفع واحدة وبشكل متوازي دون ما يعرفوا الطرفين ما كانوا عرفانين يعني بالوقت اللي كانت الإدارة الجامعية مع الأسازي عم بيشتغلوا تحتالي يأسسوا لشيء يساعد الجامع على مقاومة فيروس كورونا بشكل معين كان طلاب كلية العلوم الطبية عم بيعلنوا تطوعهم بوحدة الكورونا وأيضا طلاب الهندسة يلي هن يشتغلوا على شقة هل أنا جاي بس لحتى نمشي بالتسلسل اللي صارت فيه الأضايا يعني نحن كتير كنا مسورين بأنه طلابنا عندهم الحس الوطني الحلو وحس الخدمة المجتمعية وهيدي شغلة يعني يمكن بالجامعة اللبنانية بيتربى عليها الواحد ولحظت أنه يعني الشباب اللبناني عموما بيتمتعوا بهالصفة بهالصفة هايدي هني راحوا بالاتجاه الطبي وعم بيخدموا خدمة طبية كتير كبيرة لقينا بالمقابل طلاب آخرين قدروا شو عملوا هالشباب والصبايا بوحدة كورونا فصاروا عم بيبلشوا يفكروا جزء منهن بكيفية حمايتهم جزء آخر بكيفية مساعدتهم وقت اللي ممكن يوقفوا مكتوفيه الأيدي في حال لا سمح الله احتجنا لأجهزة تنفس اصطناعي أكتر من عدد الأجهزة اللي موجودين بلبنان برجع بكرر أنه نحن متفائلين إن شاء الله ما منحتاج هذه الأجهزة كليتها سوا ولكن لازم نكون جاهزين فإذا بالنسبة للربو أول شي اجتمعوا خمس طلاب مع أسازتهم بإشراف من عميد الكلية كلية العلوم واشتغلوا على الموضوع هيدا والنتاج تاعهم بعد خمسة أيام جابوا على الإدارة المركزية ومتل ما شفتوا أنتوا هلأ بالصورة هون عم نشوف هيدا الربو هو لخدمة لخدمة المرضى وتيمنعوا احتكاك الطاقم الطبي بالمرضى هلأ اللي ازي فيه أنه هيدا ممكن متل ما شايفي ممكن تتواصلي مع الطبيب مطرح ما هو قاعد أو مع الممرض أو الممرضة مطرح ما هن قاعد المريض بيقدر يتواصل مع الفريق الطبي مباشرة هلأ هيدا البروتوتيب الأولي في البروتوتيب النهائي لح بيكون ذات التحكم يعني أنت تعطيه أنت الأمر وهو بروح على الأوضة زيادة لح بنزاد عليه آلة فحص الحرارة الشغلة هذه لح بتسمح أن الطبيب يحكي مع المريض وبنفس الوقت تنفحص حرارته حتى على الأقل هولي التجارب أو هولي المبادرات وين بأي مرحلة صاروا هون عم نحكي عن المراحل النهائية نهائية صار تقريبا جاهز حتى مبارح أجو وشفنا الشكل النهائي كيف يكون شكل كتير حلو ومقبول وقابل للتعقيم بسهولة بس بدون شي حوالي بعض الأسبوعين لحتالي ينجزوا البرنامج الخاص بالتحكم الذاتي لعمل هالجهاز أنا باعتقادي أنه هيدا الجهاز لح بيكون استخدامه كتير ممتاز ولح بيساعد كتير التواقم الطبية بالعمل دون حاجة للاحتكاك مع المرضى وطبعا هيدا يمكن ربما بيخفف الاحتكاك مع المرضى وبساعد الطاقم الطبيب طيب بالنسبة لأجهزة التنفس كمان نحن في عنا ثلاث فرق عمالي بيشتر الفريقين بالكامل الجامعة لبنانية وفريق أطلقوا المبادرة خرجين من الجامعة اللبنانية واستاذ من كلية الهندسة ولكن جعلوا جعلوا عام وخلوا غير جامعات أنه يشاركوا فيه لهيدا الجهاز والمؤسسات الصناعية ونحن فخورين باللي عمالي بيعملوا ومتابعينهم وأكيد هني كمان أصحاب المبادرة كمان يتابعوا معنا أول بأول شو عمال بيصير ولكن فيه فريقين اللي هني بشكل كامل جامعة لبنانية فريق عمالي بيشتغل برعاية عميد كلية الهندسة الفريق هذا تقريبا صار بالمراحل النهائية لأنجاز الجهاز عميد الهندسة قال لي أنه بيحب أنه بوقت لاحق ووقت اللي بيجربوا بالمستشفى ساعتها نعلن عنه ونطلقوا أما الفريق التاني فهو الفريق اللي إله علاقة بمجموعة من طلاب وأساتذة كلية العلوم الفرع الرابع بإشراف من مدير الفرع ومن عميد الكلية هذا الجهاز مبارح شفته ووقف على جريل جهاز فيه بعد بدون يمكن 24 ساعة يختبروا بعض الأشياء أنا بتصور البسبوع الآدم لا بعد شيء بدنا نعمل خط الإنتاج بس دائما بأي شيء بينعمل المفترض أنه ينعمل الخراءة الصناعية صحيح في مواصفات معين أكيد فهو هلأ المفترض أنه بعد التجارب النهائية واللي كمانت المفترض أنه تنعمل هالتجربة بالمستشفى كمانت أنا بتصور أنه خط الإنتاج لازم يكون سريع لأنه الشباب اللي عمالي بيشتغلوا واضحة الأمور بالنسبة لألون عندهم شغف بالعمل اللي عمالي بيعملوه وإن شاء الله الله بيسر وقريبا جدا لح منشوف أجهزة من النتاج لبناني مية بالمية واللي عاملينهم هني طلاب وأسازة بالجامعة من لبناني بروفسور يعني بتعرف يمكن دهمنا شوية الوقت ولكن بعد في مواضيع بدنا نحكي فيها ولو بشكل مقتدب وشكل سريع اليوم هؤلاء الطلاب هل يتم احتساب يعني مثلا في منهم بالسنوات الدراسية الأولى ربما هني عم بيساعدوا الأكبر منهم ربما هني بالماستر أيضا عندهم علامة تطبيقية هل سوف يتم الأخذ بعين النظر العلامات التطبيقية وما هي أيضا المبادرات الصناعية لحظن هؤلاء لحتى نعمل خط إنتاج حقيقي باللبنان يعني مش بس تبقى مبادرة طلابية بالجامعة اللبنانية لا تكون مبادرة جدية صناعية صناعة محلية إنتاج لبنانية 100% نحن بفترة بالجامعة اللبنانية اشتغلنا على فكرة صغلنا سنتين مشتغل على تأسيس المكاتب وأكتر مكتبين هيك عزيزين على قلبي كل مكاتب عزيزي على قلبي ولكن أكتر مكتبين عزيزين على قلبي يمكن أنا أكتر مكتبين عزيزين على قلبي هني مكتب البحث العلمي ومكتب الملكية الفكرية ليش لأنه هول المكتبين لح بعينوا الخريجين أنه يستثمروا فيهم يعني مكتب البحث العلمي لح بساعد طلابنا وأسازتنا على تظهير إمكانياتهم البحثية ومكتب الملكية الفكرية لح بساعد على تسجيل الناتج خلينا نقول فكري الأدبي طابعة صناعي أو الفكري الأدبي مثل وغدك كل شيء علاقة بالملكية الفكرية أنه يتسجل وتصير الجامعة جامعة منتجة من خلال طلابها وخريجينها وباحثيها من الأسازي أنا باعتقادي اليوم الجامعة رايحة باتجاه على الأقل تسجيل أول ثلاث براءات اختراع صناعي جهازين تنفس الصناعي وجهاز الروبو اللي عمال نحكي عنه بس كمان في براءة كوبي رايت لأبليكيشن خصوصية بالتعلم عن بعض هذه أنا حبيت إخشي يعني أحكي فيها ما أصلق الحديث عن التعليم عن بعض اليوم في عنا أبليكيشن جديدة كانت مبارح منجزة بالكامل وهل عم تنوضع الوثائق اللي لازم تكون موجودة لتسجيل هالأبليكيشن هايدي بوزارة الاقتصاد هايدي الأبليكيشن تسمح للطالب إنه هو عم بيدرس عن بعض بنفس الوقت على نفس الشاشة يكتب كل النوتس اللي بدوا يكتبهم أو الأسئلة اللي عندوا إياها بدوا يسألها بوقت لاحق للأستاذ بالحصة التفاعلية اللي هي مختلفة عن الحصة اللي علاقة بالتلقين المسجلي وبالتالي بيقدر هو بأي لحظة يحفظ هالنوتس هاللي حاطتهم وبمجرد ما حب بيكبس على هالنوتس هول كل نوت بيشوف موراها أي نوتس كان عمال بيشوف وقت اللي كان عنده ملاحظة معينة أو سؤال محدد يعني طبعا هول نحن كل هالمواضيع رح انتبعها وإن شاء الله بيكون لنا تقرير خاصة بالأخبار وأيضا بالبرامج قبل ما أختم معك عندي سؤال أخير هو بما يتعلق أيضا بالمتعاقيدين على الساعة وأيضا اللي عميين عقود مصالحة بالنسبة لقالهم اليوم في عطل بالجرامعة شو مصيرهم هل إذا هني عم بيشاركوا بعملية التعليم عن بعض سوف يتم احتساب ساعة طبيعي اليوم أنا بدي طمن هالشريحة هايدي من الناس أن هني بلحفظ والصون كل أستاذ أعطي حصة على بناء على برامج موضوعة ضمن إطار التعليم عن بعض بده يتقاضع عن هالحصة هايدي نحن بعتقد يمكن كل أربعين دقيقة بالتعليم عن بعض بتوازي الساعة التدريسية العادية الفعلية بدها تحضير كتير وما شابه بفكرة مشاناك بالتعليم عن بعض كل ساعة بيعلم الأستاذ بدها ساعتين تحضير وأكتر فبالتالي نحن الحقوق محفوظة وقت اللي حن نرجع على الجامعة بكل الأحوال ما هني عندهم عقد سنوي والعقد السنوي هيدا بيقبضو مرة واحدة بالسنة المالية التالية فمشاناك أنا باعتقادي من هلأ لانتهاء العام الدراسي العقد السنوي تاعهم لحبين جزو والزيادة ويقبض هلأ الزيادة بيكون تبرع لأن نحن ما مندفع إلا الساعات اللي موجودين بالعقد السنوي كحد أقصى 350 ساعة فبالتالي هني بياخدوا كل مستحققتهم بالكامل بناءا على الأعمال اللي حبيقوموا فيها إن كان عن بعد أو وقت اللي منعود لمقاعد الدراسي بشكل منتظم بروفسر فؤاد أيوب رئيس الجامعة اللبنانية بدي أشكرك على حضورك معنا بدي أشكرك أيضا يمكن هذه الحلقة أو هذه الجزء من الحلقة كانت مخصصة على طلاب الجامعة اللبنانية اللي هن قرابة 80 ألف طالب وطبعا الشكر الموصول للطلاب يلي أيضا شاركوا معنا بمداخلاتهم من البقع قليل منصور وأيضا الطالب في كلية العلوم فرع الرابع فرح رشيد كمان هي شاركت معنا ومشاهدينا بدي أختم معاك وبدأ أشكرك طبعا على أمل نرجع نكون بمحطات تالية مع إنجازات جديدة وطبعا المؤسسات الصناعية ووزارة الصناعة تتبنى كل الإنجازات العلمية شكرا بروفسر أيوب طبعا مشاهدينا أيضا عملية إجلاء المختاربين سوف تبدأ غدا من أربع دول دولتين أفرائية وأيضا من أبوظبي والسعودية ولكن هناك عدد من الطلاب وعدد من الطواقم الطبية هني موجودين بمختلف دول العالم لسيما بأوروبا وأيضا بأوروبا الشرقية لحتى نطلع أكتر على تفاصيل وأيضا على المبادرات الطبية ودور الجسم الطبي اللبناني في الخارج معنا عبر سكايب البروفيسور عباس كعفراني نائب رئيس أكاديمية خاركف الطبية لدراسات العرية مساء الخير بروفسر عباس مساء الخير ستريمة مساء الخير إلى جميع المشاهدين وإلى أبناء الوطن الغالي الحبيب العزيز اسمحي لستريمة قبل ما تبلش معي بأي سؤال أن أتقدم بجزيل الشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد نيشيل عون وإلى دولة الرئيس حسان دياب على تلبيتهم لدعوة ولنداء دولة الرئيس الأستاذ نبيه دري بعودة من يرغب من اللبنانيين المغتربين أريد أن أوجه الشكر إلى دولة رئيس نجلس النوار الأستاذ نبيه دري على عمله الدقوم والدائم من أجل جميع المواطنين المغتربين اللبنانيين وأسمحي لي أن أستنهز الفرصة وتقدم بجزيل الشكر إلى رئيس البعثة الدبلوماسية اللبنانية في أوكرانيا سعادة سفير لبنان الأستاذ علي ظاهر التي فعلا يكون نعم يعني طبعا جهة ديبلوماسي كتير كبير بين كان بأوكرانيا أو بالدول الأوروبية وأيضا الدول العربية لإعادة المغتربين اليوم بحسب رأيك بروفوسور عباس هل برأيك اليوم الآلية التي تم وضعها هي آلية عادلة لإعادة المغتربين نحن ما رح نحكي عن الآلية أو نقل نقش بالآلية هي عادلة ولا غير عادلة أكيد لا ما رح نحكي فيها نحن اللي منحب نقوله أنه مهما كانت الآلية بهمنا الهدف الهدف هو أولا نفكر بطمأنة الطالب اللبنانية اللي موجود في أوكرانيا أو حتى في الخارج بأي دولة تانية لأنه هناك حوالي 35 ألف طالب اللي هنم موزعين بدول مختلفة تأمين أولا الأمان للطالب تأمين الصحة للطالب وطبعا نرجع نحكي عن الآلية العودة إلى لبنان مهما كان الآلية العودة ومهما كان تركيبتها ونظامها وصيغتها نحن بهمنا أن يكون في الأمان والصحة وأن يعودوا اللبنانيين إلى وطنهم طبعا بأمان وبأسرح طريقة ممكن نحكي اليوم بأوكرانيا هو بلد منه مصنف أنه بلد موبوء ولكن هناك قرابة الألفين طالب لبناني هن موجودين بأوكرانيا بالتالي اليوم كيف يتم التعاطي معهم عرفنا أنه أيضا حضرتك قمت بمبادرة بتوزيع المعاقيمات وتوزيع المستلزمات الطبية وتوزيع أيضا المستلزمات الطبية للطلاب بالتالي اليوم شو فيك تخبرنا عن وضع هؤلاء نحنا موجودين بمدينة اسمها مدينة خاركوف هي هي أكبر يعني فيها تواجد كسيف وأكبر تواجد للطلبة اللبنانية بهالمدينة هايدي هاي المدينة هي كانت طبعا قبل بعد الحرب العالمية تاني هي كانت عاصمة أوكرانيا قبل ما تكون كييف بالتالي هي تعتبر ومنسميها المدينة مدينة طلابية لوجود أكبر عدد من الكليات والجامعات في هالمدينة هايدي فيه 54 جامعة يعني من الطب والهندسي وإلى آخرية لذلك فيه أكبر كمية طلاب لبنانيين موجودين بهالمدينة بهالمدينة هايدي نعم نحن شكلنا فريق طبعا طبعا بالتنسيق مع السفارة اللبنانية وبالتنسيق مع سعاد السفير لبنان أستاذ علي طاهر وقمنا بتأسيس خلية أزمة سميناها وأخذنا ثريق طبي طبعا من الشباب لأنه مثلا تعرف حضرتك أنه هون الأطباء لبنانيين ليل جدا يلي عم يشتغلوا بوكرانيا ولكن في عنا أطباء يعني 71 طبيب هن اللي أشرفوا على نهاية الاختصاص من جميع الاختصاصات يعني من الجراحات ونسائي وعيور معظم إلى آخرين أخذنا من الـ 71 طبيب يلي هني حاليا عم يدرسوا بالأكاديمي الطبية للدراسات العليا مجموعة وهالمجموعة هذه هي بلشوا يشتغلوا طبعا بتوزيع التنبامات والمعائمات والكفازات كل المستزامات الوقائية إمنا طبعا هذا العمل بالتنسيق مع السفارة إمنا بهالعمل هذا مش بس بمدينة خاركوف إمنا بكل أوكراينا أخذنا مدن سومي بلطافا كيراذجراد المدن يعني اللي فيها عارضا نسبة لبنانيين كتار نعم وتلقينا جميع الاتصالات والشباب سجلوا أسماء ورام التليفونات وتم توزيع يعني المساعدات إلى جميع المدن خلال طبعا البريد السريع نعم اليوم دكتور عباس وبروفيسور عباس إذا أيضا بدنا نسألك عن الأوضاع مثل ما بنعرف أن هناك الشكاوى ترد من كل الطلاب في حول العالم عن الصعوبات المالية عن بعض الصعوبات بيئة أيضا التحويلات المالية أيضا بأوكرانيا شو عم بيسير وهل لقيت حلول معينة لهذه المسائل وشو الوعود اللي طلقيتوها بحال توصلتوا مع المسؤولين أنا أسمحي لي إليك أنه بس معانات الطالب اللبنياني هون هي مشكلة وحدة فقط بس وإذا معظم الطلاب كانوا حابين يسيف ويرجعوا على وطنهم طبعا كلنا نعرف أن الطالب اللبناني والليبنانيين بشكل عام يعني محبين للعائلين وطبعا كل واحد يحب يكون قاعد حد بعائلته وحد أهله وخاصة الطلاب الصغار لأني السنوات أولى يعني من أعمار التراوح من 18 إلى 25 إلى 26 لأني بيكون عندنا دايما حالة من الخوف ومن الهلع المشكلة الوحيدة اللي عم بيعانوا مننا الطلاب هون أنا بطلب من جمعية المصارف في لبنان إذا بيسمحوا لأهالي الطلاب بيسمحوا لأهالي الطلاب أنه فعلا هني يقوموا بالتحويلات على أساس يكون سعر السرف يعني على السعر القديم يعني على 1515 وبالتالي ما رح يكون في أي زعبارات ليش لأنه كل يعني السفارة اللبنانية ممكن في عنا طريقتين طريقة الأولى أنه السفارة بتبعت أسماء كل الطلاب يلي هني متواجدين بالجمعات وبالمعاهد ما رحلين الأقصاد هي الطريقة طبعا الأسلم والأسرع والأنجح واللي هم تعرض الطالب اللبناني أنه ليروح على جمعته ويظهر لبره على الشرع لحتى يجب إفادية جمعية أنه يعتبر تلميز ليبعثه طبعا هذه الطريقة أفضل وأريح إذا جمعية المسار بتكرموا على أهالي فعلا يحولوا لها الطلاب مساري اللي حتى يقدروا هني بدن يعني كيفية الصمود الطالب بده كيفية الصمود يعني ما تفتكر أنه والله اللبناني حابب اليوم ينزل على لبنان لأنه حابب ينزل على لبنان لا لأنه ما عنده إمكانيات يصمد هون نهائيا يعني 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 عنده مستأجر أبرتمو يعني خلص خلص ما عنده مساري بيجي صاحب الشقة لا يبيقول له بكتبجر شقة والله بتخليها نعم موضوع الجامعات طبعا يعني فيه كامية ومجموعة كبيرة من الطلبة هني دفعوا فقط على فصل واحد بالجامعات هذا الموضوع طبعا نحنا منعالج وعالجناه بشكل عام يعني كان في عنا الجامع بيريح اجتماع مع نائب رئيس قليل الطب العام وطب الأسنان والصيدلي وكان أيضا المسؤول عن ديقات الجوازات والهجرة لأنه في عنا مش في تاني مدني عان من الطلاب ألا وهي الإقامات يعني الطلاب اللي حاضط إقامته لشهر ستة أو حاضطها لشهر سبعة أو حاضطها لشهر ثمانية وسافر يعني نحتبر بس ما فيه تواصل مع وزارة الخارجية يعني احنا اليوم نعرف أنه المطار مغلق ولم يتم وضع آلية للعودة من بعض الدول لم يتم هناك تواصل مع وزارة الخارجية ربما طلب من الدول المستضيفة أو الدول الانتشار من أنهم يمددوا الإقامات أو يعملوا إجراء استثناء لا هذا الموضوع اسمحي لي كف هذا الموضوع الدولة الأوكرانية هي نظرت له وقالت أنه أي طالب أي مواطن أجنبي يعني أجنبي ليصف لبناني يعني بشكل عام عن الأجانب من 134 دولة هون أجانب أنه نظرا للظروف للظروف الأوضاع والوباء أي طالب خلص الإقامة وليس يكون لديه مشكلة سيرجع تنديدها بدون أي مشاكل وهذا كمان يلي قال لي رئيس دات الجوازات والهجرة باجتماعنا يوم سؤال أخير دكتور كعفراني قبل ما نختم معك اليوم هل تنصح للطلاب اللبناني الموجودين بالخارج بشكل عام مش هحكي بس بالدولة الأوكرانية بالخارج بالعودة طالما هني عم يتابعوا دراستهم عبر الأونلاين وأيضا طالما هني موجودين وطالما هني بأمان تنصحهم أنه يبقوا بدول الانتشار بشكل عام أو أنه يعودوا إلى لبنان أنا خليني أحكي عن موضوع أكراني لأنني مني ملم الحقيقة يعني كطبيب عم بسألك بشكل عام كطبيب هلأ أكيد إذا ما علينا أي خطر وعندنا كل شيء نأمن بقنا عن نحكي أنه في إمكانية الصمود ما في أي خطر عليهم نهائيا أكيد إذا بيبقوا بيكون أفضل إذا تابعوا العام الدراسي لأنه عملية نحن الهدف كان أنه تخفيف على الدولة يعني إذا سمحوا لهالطلاب للأهالي يحاولوا مسار لأولاد نحن بهالد أو حتى بالأولاد داني نحن بيكون خف عبء كبير على الدولة لأنه أنا بيقول لك أنه 90% من الطلاب اللبنانيين ما حابني يفلوا إلا على الموضوع فقط موضوع المادية لأنه الدراسي ماشي أونلاين ما في أي مشاكل شيء نهي بالدراسي بس المشكلة هو المعوق الوحيد هو المعوق المالي والمالي دكتور كعفراني لأنه أتمنى نحكي نحن بدنا منك تفضل عم بسمعك تفضل لأنه إذا نحن ما نحكي عن الطلاب في عندنا شغلة مرحلة أساسية جدا وخاصة طلاب السن طلاب التخرج يعني طلاب الطب العام وطلاب الطب الأسن وطلاب السيدة للسن الخامسي في عندنا امتحان باسمه امتحان لوكروك يعني هذا يحقلوا الطالب يأبنوا مرة واحدة فقط بالسن إذا غادروا أسبوع الجيه أولي الطلاب أوكراني ما فتحت الحدود اللي حتى يرجعوا بيخسروا السن كاملة وبيضطروا أنه يعيدوا السن يعيدوا السن كلها أما الطلاب يعني بشكل رسمي ولكن الدولة الأوكرانية بكل جدية عم تدرس موضوع يعني الغاء الامتحانات عند الأجانب خاصة وتسهيل أمور هذا العام ورح تقوم الدولة طبعا الجامعات بمثل لجنة لجنة فاحصة بيعمل فيها امتحانات نهائية مثل ما عارتن بيعملوها ويتم إعفاء منها الامتحان هذا الموضوع يعني خبرونا هم يتم يعني بالتداول بوزارة التاريخ والتعليق وبالتنسيق مع وزارة الصحة الأوكرانية ولكن بعد ما فيه طبعا قرار قرار رسمي يعني بمعظم الدول الأوروبية بعتقد أنه هذا المشكل الأساسي بالنسبة للطلاب طبعا على أمل أنه الكل يكون بخير وسلامة بمنأة عن فيروس كورونا البروفيسور عباسك عفراني نائب رئيس أكاديمية خاركوف الطبية للدراسات العليا كنت معنا عبر سكايب من مدينة خاركوف الأوكرانية نشكرك على هذه المداخلة